التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم انطلقت القمة العالمية للحكومات بدبي بدولة الإمارات بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحو عشرين رئيس دولة وحكومة وأكثر من مائتين وخمسين وزيرا ورؤساء نحو ثمانين منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية يتضمن جدوى الأعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن ستة محاول رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية وحوكمة المرون الاقتصادية والتواصل والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة كما يبحث المشاركون بالقمة خلال أكثر من مائة وعشة جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وصبت الارتقاء بالأداء الحكومي مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لمشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زيد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعقب الوصول عقد الزعيمان لقاء بقصر الشاطئ بأبوظبي حيث تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعاكس على التنصيق المستمر بين البلدين الشقيقين بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط كما تنول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهة رئاسية بأحداثه النقلة في أعمال تطوير محافظة شمال سيناء وأوضح مدبولي خلال اجتماع لمتابعة خطط التنمية في المحافظة أن التوجيهات الرئاسية تشمل تطوير وتحديث محاور الطرق وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وأعلن مدبولي بدأ أعمال التطوير في مدينة العريش قبل استمرار العمل تباعاً في بقي مدن وقرى المحافظة تتواصل اليوم السابع على التولي عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ إضافة إلى أكثر من ثمانية ألاف مسعف أجنبية وبحسب آخر التقارير الرسمية أصفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات عن أكثر من ثلاثين ألف وفاة جنوب تركيا وعن أكثر من خمسة ألاف في سوريا دع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون إلى تنحية السياسة جانبا والاتحادي لدعم الشعب السوري عقب الزلزال المدمر وأكد بيدرسون أن المنظومة الإنسانية بالأمم المتحدة ستفعل كل ما يمكن الوصول إلى جميع المحتاجين للدعم وأشدد بيدرسون على الحاجة الاتحة كل صبل الوصول إلى المتضررين مما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفير مزيد من الموارد أعلن حلف شمال الأطنانطي النيتو أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت الاختراق إثر هجوم إلكترونية وقال متحدث باسم الحلف أن الهجوم طال عدة مواقع في وقت واحد مشيرا إلى أن النيتو أصبح هدفا لهجوم قراصنا خلال الأونة الأخيرة أسقط الجيش الأمريكي جسم طائرا فوق بحيرة هوران بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية وذلك في ظل حالة التأهب القصوى لقوات الأمن في أمريكا الشمالية في مواجهة تهديدية جوية ومن جانبها أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا عناند أن إسقاط الجسم وتأثيره اللاحق لم يكن مصدر قلق عام مشيرة إلى أنه يجرى تحليل مع حدث كما قال رئيس الوزراء جاستين ترودو إن محققين كنديين يتعقبون خطام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلة أمريكية ختام مجزء التاسع فواصل وأنا أود لحضركم لإسنة ميل باقي فقرات صباح الخير يا مصر